السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تغيير مكان تحميل الألعاب في ستيم فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسجلون دخول في حسابكم في ستيم بعد ما تسجلون دخول تروحون على خيار ستيم تضغطون عليه فهين رح يضع عندكم خيار الستينج أو الاعدادات تضغطون عليها رح تفتح معكم هذه الواجهة هنا يا شباب تروحون على هذا الخيار اللي هو ستوريج بعد ما تضغطون عليها يا شباب رح يظهر عندكم مكان التلقائي لتحميل الألعاب اللي هو القرص C فإحنا الآن نغير هذا المكان كل عليكم تسوينا تضغطون على هذه الأيقونة فكذا الآن يا شباب بشكل تلقائي اقترح علينا القرص D إذا حابين تختارون قرص آخر مثلا أو مكان آخر تضغطون عليه وبعدين تضغطون على هذه الأيقونة وبعد كي تضغطون Add ومن هنا تقدرون تختارون أي مكان آخر ولكن أنا رح أختار المكان التلقائي اللي سوى لنا بعد كي تضغطون Add فكذا لو تلاحظون انضاف معنا مكان آخر لحفظ الملفات وهو القرص D ولكن يا شباب الآن المكان الافتراضي لو تلاحظون علامة النجمة هذه يعني المكان الافتراضي القرص C فإذا حابين تغيرون القرص D تضغطون على القرص D وبعد كذا تضغطون على الثلاث نقاط هذه ومن هنا تضغطون على خيار Make Default فالآن تحول عندنا المكان الافتراضي لتحميل الألعاب اللي هو القرص D فكذا يا شباب بيكون غيرنا مكان حفظ الملفات فهذا كان شرح اليوم أتمنى استفدتم منه لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك شوفكم مقاطع ثانية مع السلامة